بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الرابعة تقييم وتشخيص اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد ونتناول الدرس الثاني مقاييس اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد اولا مقياس قلييم لتشخيص حالات اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد طبعا هذا صمم قلييم عام 1995 ويهدف للتعرف على مظاهر اضطراب ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد من عمر 3 الى 23 سنة ويتألف المقياس من 36 فقرة موزعة على ثلاث مقاييس فرعية وقد توفرت له دلالات صدق وثبات مقبولة ويقوم المعلمين او الوالدين او المتخصصين المؤهلين بتطبيق المقياس ويستغرق زمن التطبيق من 10 الى 20 دقيقة اما مقياس كونر لتقدير السلوك هذا قدم كونر وكونر حقيقة قدم العديد من المقاييس للآباء والمعلمين والتي تهدف الى قياس مظاهر الاضطرابات الانفعالية والسلوكية مثل القلق واضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد وتعتبر مقاييس كونر من المقاييس البارزة في ميدان قياس وتشخيص اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد اما قائمة تقدير اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد فصمم دوبول واخرون عام 1998 هذا المقياس ويهدف الى تشخيص اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد للاطفال والمراهقين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 5 الى 17 سنة ويتألف المقياس من صورتين صورة منزلية تتضمن 18 فقرة يجيب عنها الاباء والامهات وصورة مدرسية تتضمن 18 فقرة يقوم المعلم بالاجابة عليها وكل صورة طبعا تغطي ثلاثة مقاييس فرعية وهي ضعف الانتباه النشاط الزائد الاندفاعية ويستغرق الوقت اللازم للاجابة عنه من 10 الى 20 دقيقة وقد توفرت له دلالات صدق وثبات مقبولة اما في البيئة العربية فهناك مقاييس للضراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد ومن هذه المقاييس مقياس الطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد الذي قام بإعداده السيد عام 1999 هذا كان في البيئة المصرية واعتمد في بناء المقياس على الدليل التشخيص الإحصائي للضرابات العقلية الرابع ويضم المقياس ثلاث مقاييس فرعية وهي ضعف الانتباه والنشاط الزائد والاندفاعية ويتألف المقياس من صورتين إحداهم للبيئة المدرسية تتضمن 64 فقرة يقوم المعلم أو الفاحص بالإجابة عنها أما الصورة الثانية فهي للبيئة المنزلية وتتضمن 54 فقرة ويقوم أحد الوالدين بالإجابة عنها وقد توفرت دلالات صدق وثبات مقبولة للمقياس أما مقياس الطراب الانتباه والنشاط الزائد الذي قام بإعداده الجريسات 2007 على البيئة الأردنية من خلال دراسته التي هدفت إلى بناء مقياس تشخيص ضعف الانتباه والنشاط الزائد والتحقق من فعليته لدى الطلب العاديين وذوي صعوبات التعلم والإعاقة العقلية وحالات التوحد ترجمة نانسي قنقر